عقدت في قاعة أسوان ورشة وعمل بعنوان نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية ضمن الورش التحضيرية لمتدى شباب العالم في نسخة الرابعة وناقشت الورشة قضية نضرة الموارد المائية عالميا بوصفها قضية ملحة ومتعددة الأبعاد وأكد الحاضرون على أولويات ملف المياه كما استعرضوا عددا من المشكلات المائية حول العالم والطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه أشهد المشاركون بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه مستعرضين جهود الدولة لمواجهة أزمة المياه التي تضمنت مشروع تبطين الترع واستخدام طرق ري الحديثة فضلا عن استخدام المعالجة السلسية بمحطات بحر البقر الأكبر من نويها في العالم والجبل الأصفر